بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي الموقر رئيس مجلس الدولة راعي الحفي أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة الحضور الكريم مشاهدين الأعزاء عبر تلفزيون سلطنة عمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا من على ضفاف بحر عمان وبين جبال مسقة الشامخة من على هذه الأرض الطيبة التي سطرت عبر القرون أمجاداً في الحضارة ورسمت بإرادتها معالم الرقي والنماء نرحب بكم في سلطنة عمان حيث تجتمع الأفكار وتتلاقى الرؤى في مؤتمر الإسيسكو لوزراء التربية والتعليم لنكمل المسير نحو تحويل التعليم من التزامات إلى تطبيقات ملموسة نرسي بها أسس مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة سلطنة عمان تفتح دراعيها اليوم لاستضافة هذا المؤتمر الكريم بروح التعاون والتضامن لتكون جسراً بين دول العالم نحو هدف سام من أجل تطوير التعليم وتعزيز دوره في بناء الأوطان ورقي المجتمعات أهلاً وسهلاً بكم في أرض السلام والعطاء أهلاً بكم في سلطنة عمان مع للشيخ راعي الحفل أصحاب الفخامة المعالي والسعادة حضورنا الكريم في هذه المرحلة نلتقي في مسقط اليوم لنضع خطوات عملية نحو تحويل التعليم إلى واقع ملموس حيث تسعى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان للمضي قدماً في تحقيق الالتزامات عبر تنفيذ أفضل التطبيقات من خلال تنظيم هذا المؤتمر الثالث لوزراء التربية والتعليم تحت عنوان ما بعد قمة تحويل التعليم من الالتزامات إلى التطبيقات إن سلطنة عمان وعلى مدى نصف قرن من الزمان لم تألو جهداً في جعل التعليم في أوائل سلم الأولويات لديها وهذا ما أكدت عليه رؤية عمان عشرين أربعين مما جعل التقدم المحرز في تجويد التعليم وعدد من المؤشرات الإقليمية والعالمية إنعكاساً منطقياً لهذه الجهود ولقد أضحت هذه الجهود المستمرة ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وأثمرت سياسات التعليم الوطنية عن تزويد الأجيال بمهارات التفكير النقدي والابتكار مما ساهم في تعزيز قدرات الشباب العماني على المشاركة الفعالة في سوق العمل والتفاعل مع المتغيرات العالمية كما انعكست هذه الاستراتيجية في تحسين مؤشرات الأداء التعليمي على المستويات الإقليمية والدولية الأمر الذي يؤكد التزام سلطنة عمان بتطوير منظومة التعليم وجعلها مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية اشتركوا في القناة